من صبع على حركة مرة تانية وزارة الأوقاف أطلقت الأسبوع الدعوي في محافظة القاهرة وده حصل بمشاركة وفد كبير من علماء الوزارة والأزهر الشريف وأيضا عدد من القراء والمبتهلين وأيضا عدد من الشخصيات العامة ودي إضافة جديدة وقطاع المثقفين هدف الأسبوع الدعوي اللي بيتم في عدد من مساجد القاهرة هو نشر الصورة الصحيحة للإسلام نشر رسالة الإسلام السمحة إنما بعثته لأتمم مكارم الأخلاق الدين والمعاملة هدفها تصحيح عدد من المعلومات المغلوطة عند عدد كبير جدا من الشباب حوالين عدد كبير من التفاصيل والقضايا الشائكة خلينا نتعرف على هذا الأسبوع بصحبتنا النهاردة الدكتورة أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة صباح الخير يا دكتور أمونة ورّف السوديو صباح الخير أهلا بك ربط بتعمله إيه؟ يعني أسبوع بيجمع شخصيات عامة ومثقفين بجوار عدد من العلماء داخل المساجد ما تزعلش مني حاجة بتحصل على طول إيه الجديد؟ ماذا قدمت من جديد يا دكتور؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله إيه الداخل الجامد أصلك أهلي من الأول قبل ما نخش الأول فحبيت يعني إيه؟ أخش في الحتة لا لا كل حاجة منك كويسة شوف حضرتك الجديد إنك بتقدر سالة الجديد إنك بتناقش مع الناس أمورهم الحياتية والمجتمعية عظيم الجديد إنك بتكلمه بلغة خطاب جديدة ولا الجديد إنه يبقى فيه شخصيات عامة ده من ضمن بقى الكلام اللي قلناه والجديد إنك مش بتكلمه بس بفضيلة الشيخ فلان وفضيلة الشيخ فلان إنت بتكلمه بجميع المستويات الفكرية الموجودة في المجتمع لأن أنا عايز أوصل لكل الناس المؤثرين يعني في مجتمعنا بشكل ما صحيح في كل مجال من المجالات أنا عايز إيه؟ أنا عايز أبني نسق فكري مستنير رشيد وسطي عايز أزيل كل التراكمات الفكرية اللي حصلت قبل كده في سنين سابقة عايز أبني مجتمع يليق بالدولة المصرية يليق بالدولة بالجمهورية الجديدة يليق بالدين الإسلامي وعظمته وسطيته وسمحته ده مش هيحصل من خلال مؤسسة واحدة مش هيحصل بوزارة الأوقاف بس ومش هيحصل بآئمة الأوقاف ووعزات الأوقاف بس ده أمر يعني مهمة ورسالة لابد أن يتكتف فيها الجميع خلينا أقول لحضرتك يمكن يعني دخول حضرتك بالطريقة دي هو اللي خلنا نستحضر هذه المعاني في حاجة في حاجة جميلة جدا بتحصل بين المؤسسات دلوقتي ما كانتش موجودة في عهود سابقة ما عادش فيه قصة الجزر المنعزلة بقى فيه تكاتف بقى فيه تشبيك بين المؤسسات لو أقول لحضرتك دلوقتي وأسرد لحضرتك كم التعاون اللي بيننا وبين مؤسسات تانية زي وزارة التربية والتعليم زي وزارة الثقافة زي وزارة الشباب والرياضة زي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية اللي هو يعني أحد أفرع وزارة الأوقاف زي كتير جدا من المؤسسات الهيئة الوطنية للإعلام هقول لحضرتك قد إيه الكل حريص على إنه يسعى لبناء وعي رشيد يسعى على إنه يزيل التراكمات اللي كانت من وعي مزيف أو غياب وعي لأننا كنا بنعاني بنعاني إن بعض الناس فاهم أنه فاهم صح والحقيقة هو مش فاهم أو الفاهم اللي عنده مغلوط والمعلومات اللي تلقاها مغلوطة سواء عن علاقته بدينه سواء عن علاقة وطنه بدينه سواء عن علاقته بالآخر أي أن كان الآخر سواء أبناء ديني أو أبناء دين آخر كان فيه عندنا كم من المغلطات كبير جدا وده خلى أنت عندك مسؤولية كبيرة خلى عندك مهمة عظيمة جدا لأنك لو بتبني على أساس يعني ليس فيه تراكمات سابقة يبقى أسهل أوي تصليح الغلط أصعب من وما يبقاش فيه غلط من البداية ودي حاجة عارفنا يا دكتور عين من أهم الفئات المستهدفة بالنسبة لنا الشباب ودي أكتر فئة بيتلعب بالدمغة أدواتكم إيه للتعامل مع الفئة دي ويمكن كمان المشكلة بتكون في طرح الموضوعات معظمها موضوعات شائكة هو يتكسف يطرحها وهي تتكسف تسأل فيها وأعتقد أنه شيخنا ما بيبقوش أو أعتقد أنه دلوقتي لا شيخنا بقوا قريبين بدرجة كبيرة من المجتمع ومن الشباب وعلى دراية كافية بالمشاكل اللي ما كانوش متخيلين إنها موجودة تقريب وجهات النظر ورصدوكم لمشاكل الشباب وأعيوكم التام بيها إلى أي مدى شايف أنه ده يساعد في حل المشاكل حقيقة احنا بنحاول نوصل لكل فئات المجتمع كل بما يتناسب مع ثقافته مع فكره بما يتناسب مع المكان اللي أنا أقدر أوصله فيه يعني مثلا الشباب احنا كنا لسه بنقول دلوقتي فيه تعاون بيننا وبين وزارة الشباب من خلال مراكز الشباب تم يعني تنفيذ عديد من الندوات بتكلم فيهم مع الشباب مباشرة ومش بتكلم معه بقى بتكلم معه بشباب وزارة الأوقاف بفكري وسطي مستنير بناس تدربت تدريب أنا كنت بتكلم مع سيادتك عن أكاديمية الأوقاف الدولية وإزاي هي دخل على مرحلة عالمية في المرحلة اللي جاية وإن شاء الله لو في وقت نلقي الضوء عليه بشباب تدرب تدريب جيد جدا على مستوى عالي جدا في أكاديمية الأوقاف وعيزات طم تدريبها على أعلى مستوى مش بس دايما بنقول الكلام ده ونكرره مش بس على الأمور الشرعية والضوابط الفقهية والقواعد الكلية لا 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 على أمور حياتية مجتمعية ياخد دورات في علم النفس وياخد دورات في علم الاجتماع ويبقى عنده إحنا النهاردة بنتكلم وعندنا دلوقتي دورة في الاستراتيجية والأمن القومي بتنفذ في أكاديمية الأوقاف الدولية للتدريب الأمور والوعظات بالتعاون مع أكاديمية نصر العسكرية العليا ودي الدورة الستة مش أول دورة النهاردة عندنا تمانين إمام ووعظة بيسمع بيسمع لأول مرة يعني دول أول مرة يخضعوا لهذه الدورة بيسمع لأول مرة عن هذا الفهم الواسع اللي بيحيط به من حواليه علشان يبقى عنده استنارة كاملة كنا بنقول لهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة وما كانش خرج منها وقال للصحابة إن في الحبشة ملك لا يظلم عنده أحد منين جاب ده؟ رؤيته الكاملة صلى الله عليه وسلم للواقع المحيط به لازم علشان أكون إمام مستنير علشان أكون قائد للفكر المجتمعي أعرف أصحح الفكر اللي هو يعني شوه ويعني ألسق بالدين ما ليس به أكون على وعي كامل بكده الأسبوع الثقافي اللي حضرتك بتقوله كمان بيشارك فيه شباب الوزارة أنا شخصيا يعني واحد من الناس كنت بتكليف من كريم من معالي وزير الأوقاف كنت في الأسبوع الثقافي اللي فات حتى يعني موجودة على وأنا بتكلم بكلم شاب من الشباب اللي موجودين بأسأله انت في سنة كاما اللي أنا فيقوله عدادي والمسجد مليان عن آخره مفيش واحد بيقوم تب تبدأ بآيات قرآنية بيتكلم اتنين من الشيوخ الأفاضل أو حد من أسازة الجامعة مع حد من الشيوخ أو حد من المثقفين المعنيين ببناء الفكر والوعي في المجتمع وبعد كده بيبقى فيه فاصل اللي بتهلات حاجة كده متنوعة بتخلي الناس متعلقة بالمسجد وبيسمع بقى دينه صح بيسمع القضايا اللي هو عايز عليك صح حضرتك أشارة الجزئية مهمة جدا القضايا الشائكة للشباب ممكن يكون محرج أنه يتكلم فيها والقضايا الشائكة اللي ممكن السيدات أو القضايا اللي ممكن يعني يبقى فيها شيء من الحياة إنها تطرحها على الإمام برضو الوزارة لم تغفل هذا الأمر عملنا مجالس الإفتاء مجالس الإفتاء للآئمة وكبار العلماء من جامعة الأزهر ومجالس الإفتاء للوعزات علشان أختي وبنتي وزوجتي عايزة تروح تسأل يبقى عندها واعزة يعني على قدر من الكفاءة والعلم والقدرة على الإجابة على الأسئلة تسمع منها وتاخدها في جنبي كده لو عايزة تتكلم معها بعد المجلس تقولها على اللي هي عايزة تقوله صحيح بدون ما تستحمن إنها بتكون بتكلم شيخ يعني من الرجال أو كده ونفس القصة بالنسبة للشباب طيب فضيلة الشيخ خليني برضو أبقى معك أكثر شراحة الجماعات المتطرفة لما كانت بتستغل الريف كانت بتعمل نوع من أنواع الأنشطة الترفيهية اللي تجذب بها قطعات بيعملوا كشافة بيعملوا رحلات بيعملوا معسكرات بيعملوا حلقات ذكر بيعملوا كتب متلونة فيها أفكار متطرفة وعشان يلون الأفكار المتطرفة بيلون الكتاب إحنا عملنا قدامهم إيه؟ خلينا أخش معك بقى في مواجهة صريحة أنا كوزارة أوقاف علشان أضمن إن هذه الأفكار المتطرفة لا تخرج من الريف المصري مرة أخرى أواجههم إزاي؟ هل أنت راضي عن هذا الشكل اللي هو إن إحنا قاعدين في جامع ولا مفروض نخرج ولا خيال حضرتك سامحني على صراحتي لا ده صراحتك كويس وإن حضرتك تكلمني كده علشان أظهر لك ما عندي ده شيء يا سعيدني وأنا في النهاية مصلحتي وطنية طبعا 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 أنا خايف على شبابنا وعلى على فضل طبعا إحنا مش لسه هنخرج إحنا خرجنا طبعا ولا حضرتك بتقول هو في خيالي أو في خيالي لأي حد موجود خايف على أولادنا هو أصبح واقع بينفذ على الأرض إحنا كان عندنا في المساجد البرنامج الصيفي للطفل كان بينفذ في تقريبا ما يقرب من ست ألاف مسجد كنا بنعلم الأولاد إيه القرآن طبعا بس مش القرآن بس مش بحفظه أسيبه لا بحفظه ويفهم ما هو أنا عانيت كتير من الناس اللي حفظه ومش فاهمه وكنت بجيب له مسرح العرائز في المسجد وكنت باخده أطلع بيه رحلات واعمل له معسكرات زي ما حضرتك بتقول الأمور الورقية اللي هو عايز يشوفها المجلات الورقية عندي مجلة منبر الإسلام كان قبل كده مسمها مجلة الطفل المسلم لكن برؤية ثاقبة ووعية من معاني الوزير كان قرروا بتغييرها المسمة مجلة الطفل المصري لأن أنا بخاطب فيها كل أبناء المجتمع بمنهج تربوي أعلموا القيم أعلموا احترام الآخر أعلموا التعايش مع الناس جميعا كمان عندي صفحات على الفيسبوك للأطفال المخصصة للأطفال بيبقى عليها فيديوهات كده بسيطة وصيارة دي إي أديتين بكلموا عن التساؤلات اللي ممكن تدور في ذهنه ويسأل عنها والده ووالدته ويبقى مش عارف يرد عليها من الله إزاي أتوضى إزاي أصلي ليه بصلي أعلموا الأمانة والأطفال في السن دا بيكون عندهم تساؤلات كتير جدا جدا ومش شرطه وليه الأمر يكون بيعرف يرد الرد اللي يردي يعني الطفل صحيح لا إحنا دي لم نغفلها وموجود الحاجات دي موجودة كده على الصفحات يعني أنا مش بقول حاجة هي لسه هتنفذ لا دا موجودة عايز أقول لحضرتك من فرحة الأباء والأمهات بالبرنامج الصيف للطفل طبعا كان القرار مع الوزير أنه يبقى في فترة الصيف برنامج صيفي علشان خاطر بعد كده الأولاد هتدخل المدارس فوقفنا البرنامج أول بداية المدارس جالنا مطالبات كتير جدا بعودة البرنامج الصيف أولادنا تعلقوا بالمشايخ اتعلقوا بالوعزات اتعلقوا بالمسجد وشفنا تغير في سلوكهم ومبسوطين باللي انتو بتعملوه ليه توقفوه بالعكس دا مش هيأثر على دراسته فكان القرار بان احنا ناخد يوم الخميس خلال الدراسة نسميه البرنامج التثقيفي بقى خلاص الصيف انتهى فهنسميه البرنامج التثقيفي بعد شوية قالك لا يوم واحد مش كفاءة في المحفظات بعينها فيها اقبال وفيها يعني حالة النقاش دي دايرة ما بين وزارة الأوقاف ما بين الأظهر الشريف ما بين الأهالي طبعا حضرتك خلينا اكمل الجزئية دي بعد الخميس استجابة لمطالبات الناس كان يوم الحد كمان بقى عندنا يومين في الأسبوع اما ان فيه تواصل طبعا فيه تواصل لا انا قصدي فيما يخص نقطة لحضرتك كنت تتلم عنها يا دكتور ايمان انه لا عايزين البرنامج الصيفي يستمر فعملنا الخميس وبعدين عملنا الحد فيه محافظات بعينها هم لطلب ودور كل المحافظات حضرتك يعني دا كانت ظاهرة اسعدتنا عارف حضرتك انت صاحب الرسالة بيشتغل ولا حقيقة استنى الثمار برضو ايوة ولا يعني النتيجة انت تسع عليك ان تسع وليس عليك ادراك النجاح لكن لما بتشوف الثمار ايوة لما بتشوف الثمارة وتعمل آليات وقياس للنتائج اللي انت عملتها وتلاقي نفسك يعني مطلوب منك انك تكمل بتسعد وده بيديك حافظ وبيديك طاقة ايجابية انك تكمل الأظهر عندنا فيه مشاركات كتيرة مع الأظهر الشريف ومع ومع مؤسسة ضر الافتاء وزاي بقول لحضرتك الان كل المؤسسات تعمل على قلب رجل واحد لان دي فكرة يعني او استراتيجية ماشية بها الدولة في هذه المرحلة الزمنية ده ده فكرة يعني اصبح الكل عيشوا ما بقاش حد بيشتغل لوحده مبارح يعني في القريب العاجل ده كنا في لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشيوخ حتى المجالس النيابية بتساعدك مش واقفة بتهدم فيك ما بيهدمش دلوقتي غير اللي هو صاحب مصلحة ما بيهدمش دلوقتي غير اللي هو موجه وعايز اقول لحضرتك ده مش شيء سهل انك بتبني ووراك وواحد بيهدم زي ما كان بيقول الشاعر ولو ان ألف باني خلفه هادم لكفى فكيف بباني خلفه ألف هادم لكن احنا مستمرين ومصرين ان احنا نوصل بالناس للفكر الوسطي اللي نقف قدام ربنا سبحانه وتعالى يوم الايامة ونقول له يا رب احنا قدينا اللي علينا احنا جددنا الدين زي ما سيدنا النبي قال زي ما قال يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل مئة عام من يجدد لها دينها وما قالش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مين اللي هيكون بيجدد ما قالش هل هو فرط ولا هل هي مؤسسة ولا هل هي دولة الأمر متاح للجميع أن يشارك في عملية تجديد الخطاب الديني بمعنى الرد بالدين لمنابعه الأصلية للمنهج الرشيد والصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم طيب في النهاية قصة الشخصيات العامة في إيجاز هل أثرت بالفعل وعدد من المتقفين الشخصيات العامة متوجدين في المسجد الشاب ما بيشوفش عمامة أو بيشوف شيوخ أزهريين بيكلموه في البتاع لا بيشوف الناس قريبة منه بشكل أجل جميل هو شايف الأمامة وشايف الشيوخ الأزهرية وفرحام بيهم وقريب منهم جدا وشايف المثقفين وسعيد بيهم وإحنا كمان سعداء بيهم إحنا بناتكامل الأسبوع الثقافي اللي أنا كنت مشارك فيه كان تاني يوم بعد بني على طول مشارك الدكتور حسام موافق صادقنا العزيز والرجل يعني له كل الشكر والتقدير في تعاونه مع وزارة الأوقاف عايز أقول لحضرتك كم الترحيب به والمسجد وإزاي الناس كانت منتظرة وفرحانة والناس تقول لنا إيه إحنا عايزين الأسبوع اللي جاي يبقى في المسجد الفلاني يبقى في المسجد الفلاني وعلى فكرة زي ما قلت لحضرتك يعني في البداية الأسبوع التسقيفي ده والأسبوع الثقافي مش بس يعني في القاهرة في السبع وعشرين مدرية لكن فيه اهتمام شوية بالقاهرة صحيح إحنا قلنا نتكلم عن العداد الثقافية ودي حاجة مهمة جدا مصطفى سألني أنتوا عملتوا في كم محافظة قلت له في السبع وعشرين محافظة بنسب مختلف صحيح نشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف للشؤونة الدعوة شكرا جزيلا على وجودك معنا شكرا جزيلا